بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأفاضل المتتبعي قنوات ليبيا رياضية والوائي تيفي أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في جميع أنحاء ليبياست المارمة للهلال أطماش خالد المصماري جال يومنا اثنين إسماعيل الحاسي علي صار الثلاثة مجدر طيبة دار نيسي عماد رجب في حارس المارمة خليل بحلالة وساكو حسام عبد المجيد مصعب كيلاني ورماني يعلنوا على بركة الله انطلاق المباراة والاستحواذ والبدايات في التوغل زاد في السرعة العابة هناك في الجيلوسر عن طريقي لمجد عامر لمجد عامر يمر الكرة خطيرة والعرضية وعالية ممكن لفريق الإله وبدأت نقلات الأنيق كرة علمين عطيها علمين رايع الكرة ممتازة من جديد لفريق دارنس الكرة عن طريقي كيلاني ولكن لن ولم يلحق بالكرة لتعود ضربة مرمى فريق القصير ولكن بكل قوة يفتك أسماعيل باكايوكو ويعشق الكرة الليبية خطيرة ممكن للهلال ولكن تبعد ولا يزال الخطر قايم عن طريقي قصير ومونة شريف وخطيرة ويتدخل باكايوكو صالحي عناصر فريق دارنس راب الكرة وفي الجيل اليوم من كيلاني ولكن قصيرة وتعود لمجد رطيبة وخرجتها الكرة وجانبية والعنيق في الوجوم صالح واحدة واثنين رايع الكرة ممكن لصالح دارنس الان في الجيل اليوم صالح محمد صالح خطير خطير صالح ممكن التزديد أو شلبية تدخل فريق دارنس قنبلة مفاجئة في هذه الدقائق الكرة عالية خطيرة ممكن والتسلل رائع بن عمران وسط الملعب سوفيانا تشيكو أين الحلول يا سوفيان؟ أين الحلول يا سوفيان؟ غابت كل الحلول عن وسط ميداني فريق الثلاثة لاعبين يلعب إلى من؟ إلى باكايوكو من جديد مع لمجد عامر وخطة وصافرة خطة بأربع مدفعين في هذه المباراة كذلك يدخل هذا الموسم مع الهلال وكرة خطيرة ويا السلام عليك يا عماد فريز نفسه يتألق عماد رجب تعود الكرة ركنية هذه لقطة العادة حطة معلم يا مدوين هناك عن طريق السويح ويس بيدويك بتيقيلان إلى سوفيان تشيكو وسط الملعب العابة الكرة عن طريق بالعيد وسامة هناك في الجيل يسترى إلى لمجد عامر لمجد عامر توغى لمجد كرة عالية وخطيرة ممكن وغول هدف أول باكايوكو يحلق آليا منها باكايوكو أول هدف المباراة في سوء تقدير كان من جانب الحارس عماد الدين رجب هذه الكرة وهذه اللقطة شوف هل هناك تسلل أم لا هذه الرأسية وهدف أول لفريق الهلال يسجلون يتدوسرا كرة خطيرة يمر جينيور يمر خطيرة يا ولد يا فنان شوف المرور شوف المراوغة يبدل ويضرب ولكن أتت قريبة جدا ساكولان كرة خطيرة ممكن الهدف الثاني ممكن الثاني لمجد عامر خطيرة ممكن وضاعت الثاني كرة خطيرة والخطر قايم وبرافو يا عماد برافو يا عماد يا رجب ولعت المباراة كما قلت شوف الثاني سيكون ناري يمشي عن طريق صلاح يمر صلاح يمشي صلاح صلاحه خطير صلاحه تعديل وخطأ خطأ خطأ من جانب محمد صلاح وصافرة حذار يا مزدي ارطي بيض اصفرت احمرت يا مزدي من رأسه الى رجلة خطيرة الكرة أسماعيل الحاسي في الجيل يومنا أسماعيل خسرها عادت الكرة هجوم من جديد لفريق دارنس عكس الهجوم للهلال ميدوين وكرة خطيرة أخرج يا عماد تورا تمشي عن طريق ويتيق من جديد ميدوين يراوغ وكرة ممكن وتشيكو بعيدة عماما وجدار وسامة بالعيد ورامي طالب كرة عالية وطويلة ممكن التعديل ولكن خالة المصماري يتدخل لمجد عامر لمجد عامر لمجد عامر لمجد عامر صعبتها يا لمجد صعبتها يا لمجد كرة خطيرة ويأتي في الإبعاد وضربة جزاء معتزة شلماني يعطي ويمنح ضربة جزاء لفريق الهلال وإن سجلوها ستكون مباراة صعبة وتزداد صعوبة على فريق دارنس شوف هذه لقطة لعادة هنا كان باكايوكو والافتكاك صعب بصراحة تقديريا صعب أن تراها هذه هنا لعادة من زاوية أخرى الحكم لك عزيزي المتابع دوين بيتيقي في ضربة الجزاء في مواجهة عماد رجب هدف وحيد يدخل في شباك دارنس من ركلة جزاء من هيثم جويلي هل سيكون الثاني كذلك من علامة الجزاء رأي يا عماد عماد الدين رجب نعم يقوله دارنس موجودة نعم يلعبها عن طريق جونيور جونيور إلى ساكو وشهين جميل يمر وممكن السعيطي في أول لمس للكرة وسامة بالعيد كرة بينية عن طريق إسماعيل باكايوكو كرة خطيرة ممكن الثاني ويسقط باكايوكو ومن يدخل لا وجود إلى خطأ تمشي الكرة ممتازة ممكن هدفه الثاني وبرافو يا عماد وعلى مرتين عماد رجب إبعاد الكرة أشوف هنا الأول مرة خمس دقائق يشير إليها الحكم الرابع وكرة خطيرة بلوحة محمد العبدلي وتعود ضربة مرمى أشوف هذه لقطة الإعادة الأخيرة وضربة مرمى وفي هذه الأولى إذن يصفر حكم مباراة السيد معتازة الشلماني إذن يمنى